تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات إضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مبعوث سمو أمير دولة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خلال استقبال جلالته له في قصر لغضبية كما نقل معاليه إلى جلالته تحياتي وتقدير صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياتها الطيبة لمملكة البحرين وشعبها المزيد من الازدهار والتقدم وقد رحب جلالة العاهل المفدى بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي وكلفه حفظه الله بنقل تحياته إلى أخيه سمو أمير دولة الكويت وأصدق تمنياته للشعب الكويتي شقيق دوام التقدم والتطور وأعرب جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده على الدوام تقدم وتطور في العديد من المجالات بفضل التنسيق والتعاون المشترك لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشقيقين كما أشهد جلالة الملك المفدى بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية وجهوده في دعم التعاون ووحدة الصف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية ومسيرة العمل العربي المشترك وأكد صاحب الجلالة حفظه الله على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت بما يعزز ويدعم علاقاتهما الأخوية في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون